السلام عليكم أصدقائي أهلاً بكم في الدرس الثامن للصف الرابع الابتدائي عنوان درسنا لليوم هو التمرينات حركات الجسم الأساسية من الحركة كالمشي على أطراف الأصابع والكعبين وباتجاهات مختلفة في البداية يجب علينا القيام بتمارين الإحماء لأنها مهمة لإعداد الجسم وتهيئته لاستقبال المهارة أولاً من المشي حول الصالة مع فرد الذراعين جانباً ثم المشي على أطراف الأصابع مع فرد الذراعين جانباً الزحلقة الجانبية الحجل مع ثني الذراعين وثبات الكفين على الوسط الجري المتعرج بين الأقمع الفتح والضم داخل الأطواق ثم الصعود والنزول على الاستبس والقفز فوق الحواجز الإعداد البدني الخاص وهو القيام ببعث التمرينات التي تهيئ العضلة الخاصة لتقوية العضلة المستخدمة أثناء التمرين وضع الوقوف الجري بالمكان ثم التدرج في السرعة لثماني عدات من وضع الوقوف الجري في المكان والأرجل للخلف مع محاولة لمس الرجل اليدين بالتبادل لثماني عدات نقوم بأداء الطعن للأمام مع مراعاة فرد الرجل الأخرى ثماني عدات للجهتين سنتعلم اليوم عن حركات الجسم الأساسية من الحركة المشي على أطراف الأصابع وعلى الكعبين وباتجاهات مختلفة ما هي حركات الجسم الأساسية؟ وهي عبارة عن حركات جسمية مختلفة ومتعددة يقوم بها الجسم في حدود إمكانياته الطبيعية وهي حركة معبرة وذات معنى ومن أمثلتها المشي، الجري، الحجل، الارتداد، الوث والتوازن المشي يعتبر المشي أحد الحركات الأساسية التي يستخدمها الإنسان بصورة دائمة ومن أنواع المشي، المشي العادي وهو يتصف باعتدال القامة والاقتصاد في بدل الجهد وتبدأ الحركة من العقب وتتدرج إلى باطن القدم ثم المشت وأصابع القدم وتتأجح الذراعان على جانبي الجسم بحرية ويجب فرد الجسم والنظر للأمام مع فرد الذراعين ومرجحتها بعكس اتجاه الرجلين المشي السريع وهو مثل النوع السابق ولكن مع زيادة سرعة الحركة وزيادة أرجحة الذراعين وتشبه حركة الذراعين في المشي العادي ويجب أيضا فرد الجسم وفرد الذراعين والنظر للأمام مع مرجحة الذراعين بعكس اتجاه الرجلين المشي على أطراف الأصابع وهو كالمشي العادي ولكن مع عدم ملامسة عقب القدم للأرض وفيه يتم شد وفرد الجسم للأعلى والنظر للأمام المشي على الكعبين وهو أيضا كالمشي العادي ولكن مع عدم ملامسة أمشاط القدم للأرض مع مراعاة فرد الجسم والنظر للأمام المشي المتقاطع أماما وفيه يتحرك الجسم جانبا مع تبادل تقاطع الرجلين أماما مع مراعاة فرد الجسم والنظر للأمام المشي المتقاطع خلفا وفيه أيضا يتحرك الجسم جانبا مع تبادل تقاطع الرجلين خلفا تطبيقات للمهارة من المشي المتعرج بين الأقماع المشي على أطراف الأصابع وأخيرا المشي المتقاطع أماما والآن سنشاهد التطبيقات من زاوية أخرى من المشي المتعرج بين الأقماع المشي على أطراف الأصابع وأخيرا المشي المتقاطع أماما أحسنتم تمرينات الاسترخاء من الوقوف مع ثني الذراعين وثبات الكفين على الوسط ميل الرأس لليمين ثم اليسار بالتبادل ثم ميل الرأس للخلف وللأمام الوقوف مع فرد أحد الذراعين جانباً وسندها باليد الأخرى والثبات ثم العكس من الوقوف فتحاً مع ثني إحدى الذراعين وثبات الكف على الوسط وفرد الأخرى للأعلى ميلان الجرع لليمين ثم العكس من وضع الوقوف فتحاً الضعن الجانبي والثبات ثم العكس للجهة الأخرى من وضع الجلوس الطويل تشابك الأصابع وفرد الذراعين للأمام مع محاولة لمس أمشاط القدم أحسنتم ختاماً أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الدرس إلى اللقاء أصدقائي